كم مرة شاهدت شخصا وسلم عليك بحرارة ولكنك لم تذكر اسمه كم مرة تذكرت شكل علب الدواء ولكنك لم تذكر اسمها كثيرا ما يطلب منك طفلك الصغير أن تجيب له شيئا رآه في المتجر ويسرف في وصفه ولكنه نسي الاسم الذي قد أسمته واردته له عندما كنتم في المتجر العقل يحفظ الصور بشكل أسهل بكثير مما يحفظ النصوص وكذلك الأمر فعلى مستوى الشركات والمؤسسات التجارية أو التعليمية وحتى الصناعية منها فإنهم يتبعون النهج ذاته من أجل التسويق لمنتجاتهم والترويج لها في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على الخرائط التفاعلية وأهميتها ونبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا أصدقائي إلى هذا الدرس الأول من سلسلة إعداد الخرائط التفاعلية ومشاركتها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المستوى الأول محاور درسنا لهذا اليوم ستكون على الشكل التالي في البداية سنتكلم عن فكرة الخريطة التفاعلية وبعد ذلك سنتكلم عن مكونات الخريطة ومن ثم ما هي أساس نظم المعلومات الجغرافية وما هي مكونات نظم المعلومات الجغرافية وفي النهاية سنتكلم عن أنواع المعلومات طبعا درسنا لهذا اليوم سيكون درسا فيه معلومات نظرية كثيرة نوعا ما ولكنك بحاجة بشكل كبير إلى هذه المعلومات لكي تؤسس أساسا صحيحا في نظم المعلومات الجغرافية سواء لهذا الكورس المستوى الأول أو الثاني أو الثالث ونبدأ بمحور درسنا الأول لهذا اليوم تسعى منظمات المجتمع المدني جاهدة لإيجاد الحلول للعديد من القضايا المحلية العالقة بالتعاون مع مجتمعاتها المحيطة ولكن في معظم الأحيان لا ترى جهودها النور وذلك لأسباب عديدة نذكر منها افتقارها إلى المعلومات الهامة والمتجددة عن قضية مجتمعية مام أيضا هناك صعوبة التعامل مع قواعد البيانات والكم الهائل من المعلومات وهنا يأتي دور الخرائط التفاعلية لكي تساعد هذه المنظمات على جمع وتحليل البيانات بطريقة سهلة وسريعة لم تعهدها من قبل وبالتالي فإن فكرة الخرائط التفاعلية تقوم على الحشد والاستعانة بالجماهير بغية الحصول على المعلومة ليتم معالجتها وترجمتها على خريطة مع الرسم الجغرافي لمكان وزمان وقوع الحادثة كذلك الأمر فإن القصة الخبرية عادة تبدأ بالإجابة عن ماذا حدث ولكنها لا تكتمل دون أن تكشف أين حدث وبالتالي فإن أي قصة مهما أطلنا في سردها ولكن لم نذكر أين حدثت هذه القصة فإن هذه القصة ستكون ناقصة وبالتالي ما من قصة تخلو من المكان وفي العديد من القصص يتصدر مكان حدوث القصة الخبر الأكثر أهمية كقصة تسريبات مفاعل فوكوشيم النووي على سبيل المثال وبالتالي فإن الأماكن تحمل مئات القصص وما من طريقة أفضل لسرد هذه القصص للقارئ سوى خرائط البيانات التفاعلية التي تنقله للحدث ليعيش تفاصيله ويستكشف زواياه المختلفة ماذا توفر الخرائط التفاعلية لكل من يتعامل معها الحقيقة تمنح الخرائط التفاعلية منظمات المجتمع المدني القدرة على جمع المعلومات المتعلقة بالمجتمعات والقضايا التي تخدمها الأمر الثاني فإن الخرائط التفاعلية توفر طرقا لتبادل وتوزع المعلومات بين المنظمات أو مع الجمهور عبر الإنترنت الأمر الثالث يمكن أن تصل الخرائط التفاعلية إلى طائفة واسعة من الناس وبتكلفة منخفضة جدا كما أن الخرائط التفاعلية تساهم في بناء مجتمع أكثر تيقظا وحرصا على المصلحة العامة فصانع الحدث ومساهم في الحدث سوف يكون المجتمع بحد ذاته وبالتالي فإن الخرائط التفاعلية هي إحدى الأدوات التي تساعد في نقل وقائع الأحداث بدقة عالية ومساعدة القارئ في تفصيطها وفهم الأماكن الغير معروفة لدى عامة الناس الآن لدعونا نتكلم عن مكونات الخريطة الحقيقة كما تشاهد في الصورة الظاهرة على يمين الشاشة هذه إعبارة عن خريطة مرجعة جغرافيا لمنطقة ما هذه الخريطة أول أمر يجب أن تحوي هذه الخريطة هي العنوان كما تشاهد العنوان وهو الذي يعبر عن موضوع الخريطة وعادة ما يوضع في أعلى الخريطة في المنتصف الأمر الثاني ما هو المحتوى؟ طبعا وهو مجموعة المعلومات التي تضمنها الخريطة التي تشرح ما هي الظاهرة التي نتكلم عنها ما هي البيانات التي أستطيع قراءتها من الخريطة الأمر الثالث وهو إطار الخريطة وهو الخط الذي يحيط بما تحتوي الخريطة من المحتويات الأمر الرابع وهو اتجاه الخريطة طبعا وغالبا ما يحدد الجغرافيون اتجاه الشمال على الخريطة ويوضع في أعلى الخريطة كما تشاهد أيضا يوجد لدينا إطار الخريطة وهو على الغالب يكون إطارين خارجي وداخلي للمحافظة على البيانات والمعلومات أما مصدر المعلومات فهو يظهر المصدر الذي تم الاعتماد عليه للحصول على معلومات الخريطة وتاريخها وإنتاجها فأنت لا بد لك كما تشاهدون في الذاوية اليسرى لا بد لك من مصدر لمعلوماتك من أين استقيت هذه المعلومات التي أسقطها على خريطتك الأمر الآخر وهو دوائر العرض وخطوط الطول وبالتالي حتى تكون الخريطة مقروئة ومعروف أماكنها لا بد من وجود دوائر العرض وخطوط الطول وبالتالي إذا لم تكن موجودة فإن خريطتك لا تتعدى كونها صورة عادية فدوائر العرض وخطوط الطول تبين الموقع الفلكي للمناطق الموجودة على الخريطة الأمر قبل الأخير والهام هو مقياس الرسم على الخريطة وهو نسبة بين البعد على الخريطة والبعد الحقيقي كما تشاهد يضع في أسفل الخريطة وهو يعطيك نسبة قياس ورقة الرسم إلى قياس البعد الحقيقي المعروف جغرافيا والأمر الأخير هو مفتاح الخريطة حتى تقرأ الخريطة لا بد من وجود مفتاح وبدون وجود المفتاح فأنت لا تستطيع أن تقرأ شيء من الخريطة افترض معي في هذا المثال الذي تراه أمامك لم يكن موجود المفتاح هنا فأنت ستشاهد ألوان وعبارة عن مضلعات ولن تستطيع أن تقرأ شيء من الخريطة وبالتالي لم تستطيع أن تعرف ما هي هذه الخريطة بينما عندما وجد المفتاح وأعطاك كل لون ماذا يمثل فاستطعت قراءة الخريطة بكل سهولة وبالتالي فإن مفتاح الخريطة يبين معنى كل رمز أو لون تم وضعه على الخريطة والنبدأ بأساسيات نظم المعلومات الجغرافية مع تقدم العلوم وتوسع المعارف أصبحت ضرورة التعامل مع البيانات الهائلة والكميات الكبيرة أمرا غاية بالأهمية حيث لم تعود الطرق التقريدية تفي بالغرض ولا بد لهذه البيانات من طرق لتنظيم واختزال بالإضافة إلى التخزين نحن لدينا بيانات كثيرة في المؤسسات في الشركات وهذه البيانات منها ما هو مهم ومنها ما هو غير مهم ولا يوجد لدينا تنظيم لهذه البيانات وبالتالي هذه البيانات لا بد من وجود تنظيم لها اختزال رقم لها إضافة إلى تخزينها وتبويبها فإن هذه الأمر تم إيجاد أنظمة مختلفة للتعامل مع هذه البيانات نذكر من هذه الأنظمة نظم الرسم بالحاسب الآلي وهي نظم الكاد أيضا نظم إدارة المعلومات الـ MIS أو Management Information Systems كذلك الأمر يوجد لدينا نظم المعلومات الجغرافية Geographical Information Systems كل نظام من هذه الأنظمة هو عبارة عن مميز بحجزاته فلو تكلمنا عن نظام إدارة المعلومات فهو عبارة يمثل الحقيقة الـ Database وهي قواعد البيانات التي نقوم بإنشائها بينما نظم الكاد فهي عبارة عن البرامج الحاسوبية للتوفر للرسم الهندسي طبعا وهي تعتبر أثاس لنظم المعلومات الجغرافية كذلك الأمر نظم المعلومات الجغرافية الآن دعونا نتعرف على الفرق بين نظام إدارة المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية الحقيقة نظام إدارة المعلومات هو عبارة عن نظام يقوم بتخزين وتبادل المعلومات من حيث النوع والكم ولكنه لا يربط هذه المعلومات بموقعها الجغرافية على سطح الكرة الأرضية على العكس تماما في حالة نظم المعلومات الجغرافية التي تتيح لك عملية ربط المعلومات مكانيا مع توفر خاصية التحليل المكاني لهذه المعلومات وعليه فإنني أستطيع أن أستبدل Geographical Information System بما يسمى Special Information System و SIS لأنه يرتبط بالمعلومات المكانية ما هو الفرق بين أنظمة الكاد وأنظمة الجي اي اس؟ طبعا نظام الكاد هو عبارة عن نظام له قدرة عالية في رسم وتصميم المخططات سواء كان من بعدين أو ثلاثيات البعد كبرنامج AutoCAD أو 3D Max أو أي برنامج أخرى تساهم فيه عمليات الرسم ولكن هذه البرامج تفتقر إلى المعلومات المكانية فهي لا تربط هذا الرسم الموجود بمكانه الجغرافي وبالتالي فهي تعتبر الأساس لنظم المعلومات الجغرافية حيث أنها وسيلة لإدخال وإعداد الرسوم التي سوف يتم ربطها بموقعها الجغرافي ببرامج نظم المعلومات الجغرافية ما الفرق بين الديجيتال ماب والجي اي اس؟ الحقيقة الديجيتال ماب هي طريقة للتمييز والتمثيل الجغرافي صور لأي معلام على الأرض ولكنها تمثيلها يكون إما بنقطة أو خط أو مساحة ولكنها لا تربط هذه الصور أو هذه النقاط والخطوط والمساحات بالمعلومات الوصفية المرافقة للمعالم دعونا نتعرف على بعض التعريف الهامة لنظم المعلومات الجغرافية الحقيقة يوجد لدينا في عام 1979 تعريف دويكر لنظم المعلومات الجغرافية وكذلك الأمر يوجد تعريف باركر في 1979 كذلك الأمر تعريف سميث في 1989 إضافة إلى التعريف الأكثر أهمية وهو تعريف المؤسسة الأمريكية اسري الشهيرة التي تملك برنامج أركماب ديسكتوب وأيضا لها موقع أركماب أونلاين طبعا تعرف هذه المؤسسة نظام معلومات الجغرافي على أنه مجمع متناسق يضم مكونات الحاسب الآلي الهاردوير وأيضا البرامج سوفت ويرك وذلك قواعد البيانات داتا بيس بالإضافة إلى الأفراد المختصين والذين يقومون بمعالج هذه البيانات ويقومون بحصر دقيق للمعلومات المكانية وكذلك الأمر تخزين هذه المعلومات وتحديفها ومعالجتها وعرضها وبالتالي لنقوم بتلخيص تعريف شامل لنظام المعلومات الجغرافي نقول هو الوصول إلى الحلول والقرارات المبنية على معالج وتحليل المعطيات والمعلومات بعد ربطها بموقعها الجغرافي والعلاقات المكانية بين المعلومات وتبرز قوة نظام المعلومات الجغرافي بأنه يقوم بتخزين البيانات على أكثر من طبقة هذا الأمر الذي سيساعدني على فرز البيانات وبالتالي سهولة التعامل مع هذه البيانات فكل طبقة عبارة عن نقاط وخطوط ومضلعات وبالتالي أنا أستطيع هنا التغلب عن المشاكل التقنية الناجمة عن معالجة كميات كبيرة من المعلومات دفعة واحدة ومن أجل الاستنتاج يمكننا أن نقول بأن نظام المعلومات الجغرافي هو نظام ذو مرجعية مكانية يضم الأجهزة والبرامج إضافة إلى الأفراد وبالتالي في هذا النظام يسمح لي بتنفيذ مجموعة من المهام كإدخال المعطيات انطياقا من مصادر مختلفة وأيضا تخزين وتنظيم هذه المعطيات كذلك الأمر إدارة وتحليل المعطيات وبين ثم عرض وإخراج المعطيات والبيانات بمختلف الأشكال طبعا الأشكال التي يمكنني أن أخرج بها المعطيات يمكن أن تكون خرائط ورسوم بيانية كذلك الأمر جداول وتقارير أما إدخال المعطيات فيمكنني أن أحصل عليها من خرائط من صور جوية من صور للأقمار الصناعية وغيرها إذن كما ترى في هذا الشكل الموضح أمامك إن مكونات نظام المعلومات الجغرافي هو عبارة عن السوفت وير وأيضا الهارد وير كذلك الأمر الأفراد والأساليب التي تتبع من أجل تحليل ومعالجة البيانات وكذلك الأمر البيانات بحق ذاتها كل هذه التركيبة المكونات الخمسة هي عبارة عن نظام معلومات جغرافي لا يمكن أن يشكل نظام معلومات جغرافي إلا بهذه التكوينة من المكونات مكونات وبتالي لو أردنا الحديث عن مخطط شجري لبنية نظام المعلومات الجغرافي تشاهد المكونات الخمسة في الأعلى الأساليب وهي عبارة عن أساليب الإدخال أساليب التخزين كذلك الأمر أساليب التحليل والإخراج ومن ثم يوجد لدي المعلومات التي سنقوم بشرحها فيما بعد كذلك الأمر المتطلبات المالية فأنا أحتاج إلى متطلبات لتشغيل نظامي أيضا إلى نفقات تكون عبارة عن أجور موظفين وكذلك الأمر بالنسبة إلى النفقات الأخرى كذلك الأمر أحتاج إلى متطلبات فنية هذه المتطلبات الفنية هي أجهزت الحاسب والبرمجيات وغيرها وبالإضافة إلى المتطلبات البشرية التي تكون عبارة عن مختصين بعمليات التحليل وما إلى ذلك كذلك الأمر الكوادر البشرية التي تستخدم من أجل جمع البيانات ماذا عن أنواع المعلومات؟ الحقيقة المعلومات هي معلومات النوع الأول للمعلومات هي المعلومات الوصفية أو ما يسمى attribute data كذلك الأمر هناك المعلومات المكانية والمعلومات المكانية تقسم إلى قسمين معلومات شبكية من سمية الراستر data كذلك الأمر المعلومات الخطية التي تسمى الفيكتور data طبعا بالنسبة للمعلومات الشبكية راستر data هي صيغ وطرق لتمثيل المعلومات المكانية بتراكيب من مكونات بسيطة بالنسبة للفيكتور data أو المعلومات الخطية وهي على ثلاثة أنواع النقطة point وهي 0D كذلك الأمر الخط وهو line ويسمى one dimension كذلك الأمر المساحة area وهي التي تكون على شكل polygon وتكون 2D بالنسبة للمعلومات الشبكية المعلومات الشبكية كما تلاحظ في الصورة أمامك هي معلومات جغرافية تمثل على شبكة أو مصوفة من بعدين من الخلايا الصغيرة تسمى البكسل هذا المربع الصغير هو البكسل وهو وحدة صورية جاءت تسميت بكسل من picture element إذن هي من picture element جاءت تسميت بكسل طبعا لكل بكسل قيمة تعكس نوع المعلم المقابل لها لكل بكسل قيمة تعكس نوع المعلم المقابل لها ويحدد موقع البكسل برقم الصف والعمود في الصورة فلكل بكسل لكل خلية رقم صف ورقم عمود هذا هو العدد الرقمي الذي يحدد لموقع البكسل وكل بكسل هو عبارة عن متوسط الإضاءة أو امتصاص المقاس إلكترونيا لنفس الموقع على مقياس التدرج الرمادي gray scale طبعا هذه الأرقام تسمى بالعدد الرقمي digital number وكمثال على هذه المعلومات الشبكية صور الأقمار الصناعية بعد أن تعرفنا على المعلومات الخطية فيكتور والمعلومات الشبكية راستر أن نأخذ عبارة عن تلخيص للفروقات بين هذين النوعين فالنوع الأول المعلومات الخطية تطلب مساحة قليلة في التخزين بينما المعلومات الشبكية تكون المساحة كبيرة في المعلومات من نوع فيكتور البيانات تكون معقدة بينما المعلومات الشبكية تكون بياناتها أكثر سهولة بينما في المعلومات من نوع فيكتور لا تعتمد هذه البيانات على حجم البيكسل في الدقة بينما المعلومات الشبكية تعتمد اعتمادا كليا على حجم البيكسل المعلومات الخطية تتطلب جهدا ووقتا كبيرا للحصول عليها بينما المعلومات الشبكية لا تتطلب جهدا ووقتا للحصول عليها فهي عبارة عن صورة على سبيل المثال كذلك الأمر فإن المعلومات الخطية تتمتع بقوة في التحليل المكاني بينما المعلومات الشبكية لا يوجد لديها هذه القوة في التحليل المكاني كذلك الأمر غالبا ما يستعاد عن الواقع برموز في المعلومات الخطية بينما في المعلومات الشبكية فهي تقوم بتمثيل الواقع تمثيلا صوريا أيضا يمكننا أن أقول أن المعلومات الخطية تتكون من نقطة أو خط أو مساحة بينما المعلومات الشبكية هي تتكون من البيكسل فقط المعلومات الخطية لها معدات وبرامج تكاليفتها عالية بين المعلومات الشبكية المعدات والبرامج تكون تكاليفتها متوسطة نسبيا مقارنة بالمعدات والبرامج في المعلومات الخطية أخيرا الدقة المكانية هي عالية جدا في المعلومات الخطية بينما في المعلومات الشبكية تكون الدقة المكانية مخفضة إلى هنا أحبتي المتابعين نأتي لنهاية درسنا لهذا اليوم أنا على علم بأن الدرس كان مليئا بالمعلومات النظرية التي حاولت أن أكون مقلا بها قدر الإمكان ولكن هذه المعلومات لا بد من معرفتها لننطلق في المستويات الثلاثة لنظم المعلومات الجغرافية طبعا المستوى الذي ندرسه في هذه الدورة إن شاء الله ومن ثم المستوي الثاني الذي سنتعرف فيه على برنامج ArcMap GIS ونقوم بالعمل على هذا البرنامج وإرجاع الخرائط كذلك الأمر في المستوى الثالث الذي يشمل التحليلات المكانية والتحليلات الوصفية للخرائط أتمنى منكم جميعا التركيز على هذه المعلومات ومذاكرتها جيدا والاستعداد للتطبيقات العملية مباشرة في الدروس القادمة حياكم الله ودمتم بخير